السلام عليكم سهل الخير اليوم عندنا قصة جديدة بقل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسوا تضغط على لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنفيذات بقلنا شوي ونوصل من اليوم متابع قصة اليوم حرفية جماعة خير قصة من قوة ما القصة اسطورية عمقت في قرايتها حرفيا معرفت كل تفاصيلها وجيت اليوم أقول لكم هذه القصة ولكن قبل ما نبدأ خذ معاي نفس طويل مرة لأن قصة اليوم راح تكون من أفضل القصص اللي قد سمعتها في اليوتيوب هايكو فولو خلنبدأ القصة هذه يا جماعة الخير ترجع العائلة ترجع الأربع أشخاص اللي هم خالد وفهد وسعد وسعود سعود الكبير وخالد هو الصغير وسعد وفهد متوسطين في العمر قولهم القصة بدت من هذه العائلة عندهم أبو والأم توفية حرفيا جماعة الخير العائلة هذه فيها بعض المشاكل يعرفون في كل عائلة في ناس عندهم مشاكل سعود يا جماعة الخير اللي هو الكبير شخص حرفيا مو كويس وأخويا مرة سيئين وفاد سعد يا جماعة الخير هم طلبة علم يدرسون براء المدينة اللي هم فيها بقى خالد خالد الصغير وسعود الكبير أمهم متوفية الله يرحمها وعندهم أبوه وحتى الأبو أسوأ من سعود لأني ما بغى أقول الكلمة هذه في اليوتيوب ويجيني حرفياً أي شعار فالأبو سيء لأبعد درجة وما كلاها إلا الولد هذا اللي اسمه خالد يوم من الأيام خالد هذا يا جماعة الخير كان في مرحلة الثانوية ويشوف أبوه يشوف سعود كل واحد حرفياً أخرب من الثاني وكل واحد متشتت الله لا يبلانه خالد ما كان معجب الحال ويتمنى خالد أن يطلع من هذا المكان اللي هو فيه اللي هو عائلته حرفياً العائلة ممكن تكون ملجأ وممكن تكون حرفياً ألذ لعدالك العائلة شيء أساسي إذا كانت عائلتك سيئة أنت راح تتأذى طول حياتك إلا إذا اتخذت موقف نفس موقف خالد في يوم اليوم خالد هذا كان يدرس مرحلة الثانوية مره أبوه بالسيارة كذا وأول مرة يمره دائماً يجي على رجوله والمم جاء أبوه كذا عند المدرسة ناظر في بلده قال تعالى يلا أنا بروح مع أخي ياي لأنه ما يبغي يركب مع أبوه ولا يبغي يطيح مع أبوه في الصدام يلا أقول لك أركب وركب مع أبوه وصار الأبو يحط عليه كلام ويتكلم عليه كلام سلبي كبير يعرفون الكلام السلبي إذا كان من الأم أو الأبو حرفياً يثر في العيال بشكل مرة كبير هو قاعد يفكر كذا خالد وأبوه قاعد يتكلم عليه ذا الكلام الكبير عليه كان في مرحلة الثانوية ليه أبوه يتكلم عليه كذا المم رجع البيت خالد أول ما رجع البيت ويحصله في وجهه سعود والسعود برضه يروح ويتكلم على أخوه خالد يعني خالد ما إفتك لا من أبوه ولا من سعود منذينة لأبعد درجة كان خالد مستواه الدراسي حرفياً ضعيف عنده واحد من أخويه أخويه هذا اسمه محمد كان يسولف مع محمد ومحمد يسولف له يعني الثنين هذولي حرفياً كل واحد يفضل للثاني إنه يفض فضله تعرفون كل واحد في الدنيا هذه عنده صديق كذا مخليه على جنب ممكن جاب راسك واحد إذا ضاق صدرك حرفياً تروح له وتفض فضله خالد عنده محمد يروح يتكلم معه ويقول له يا محمد أنا عائلتي فيها كيت 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 أنا عائلتي سيئة مرة أنا عائلتي الأبو والله يشفيه والأخوي الكبير أعوذ بالله صاير أنا كأني ألذ أعداءه وبينه وبين أخوه ما يقارب عشر سنوات يعني العمر كبير مرة يقول له والله ما أدري وش أسويه هل عندك حل؟ لأسف محمد رد عليه برد كذا كله برود والله ما عندي أي حل لن اعتاد على خالد وهو قاعد يقول له المشاكل هذه بشكل متكرر والله يعطيك هلف عافية ومشى وتمر ليه وتمر السنوات سعد وفهد اللي يدرسون بره فهد رجع وسعد ما رجع فأول ما رجع فهد السعودية استقبله مين؟ تشتت عظيم وفضيع والله العظيم تشتت عظيم وفضيع المم جمعة خير رجع فهد وسعد ما رجع استقبله أخوه خالد يا ولد وين سعد؟ يا فهد علمني سعد وينه؟ قال إنه بيجي بعد شهر لأنه تأخر في بعض المواد وبإذن الله أنه رح يرجع طبعا خالد ما رتح للكلمة هذه ولكن مع الشغل ممكن أنه صدق بقي لشهر ويرجع المم خذ أخوه فهد ورجعه للبيت ومرة الأسبوع الأول وأسبوع الثاني والأسبوع الثالث الأسبوع الرابع خالد كان يحتري أخوه سعد يرجع ولكن ما رجع لحد الآن رح سأل فهد قال عندك رقم تواصل أتواصل معه مع سعد لأن أخوي سعد طول مرة ولا أدري وينه وإنت تقول لي بعد شهر رح يرجع أخوي سعد لحد الآن ما رجع ويش صاير له أربع أسابيع ما رجع للبيت وهو كان هناك لهما يقارب خمس سنوات أبغى طريقة تواصل أتواصل فيها مع سعد قال لا ترى ما أتوقع أن سعد يرد عليك لأنه توقع أنه مشغول ولكن باتصل على واحد من أخويه وأشوف هل هو بخير أو لا باتصل على واحد هناك السلام عليكم عليكم السلام هل سعد موجود؟ قال لي سعد موجود ولكنه منشغل في الدراسة وبإذن الله خلال شهر شهرين بيأخذ فترة شهر شهرين وبإذن الله أنه رح يرجع وسمع الكلام هذا خالد بإرتاح حرفيا عرف أن أخوه ما فيه شيء المهم مرة الأيام المهم في يوم من الأيام جمعة الخير خالد يصح من نوم على صوت شرطة عند بيتهم وصوت السفاتي وصوت الدوريات مجتمع على البيت حقه شي السالفة ويصح من نوم كذا مباشرة إلا يشوف الشرطة داخلة عليهم البيت لا أحد يتحرك كل واحد مكانه سعود وينه سعود هذا منه هذا أخوه من الكبير ثبتت عليه الشرطة أن هذا الشخص يتعاطى بعض المواد وبرضه يبيحها يمسكه سعود وخذوه ونزلوه مع الدرج وركبوه ومشه الحين في البيت ما فيه إلا خالد وأبو خالد وفاهد حرفيا لما تشوف المناظر هذه وكل يوم تعيش في توتر تحس إن الحياة خطيرة لأبعد درجة يعني ما فيه راحة والله العظيم بعض الحيان إذا شفت المواقف هذه أقول فيه نفسي لازم دورات قبل الزواج حرام الشخص يتزوج ويخلي عائلته بهذا الشكل فهذا حرفيا اللي يراودني لأن الحياة تصير صعبة على الولد وبرضه خاصة إذا كانت بنت وربي كأنه عارف له محاطة العائلة هذه بس فقط فيها أولاد لأن لو فيها بنات ما رح يتحملون العيشة هذه علمهم خذوا سعود الشرطة ودوه المحل التحقيق وصاروا يحققون معاه وثبتوا عليه كل شيء طبعا بعد مرور ما يقال ثلاثة سبيع أربعة سبيع تثبت على سعود أن الشخص هذا يتعاطى وبرضه يبيع فينشتدت حزن خالد على عائلته والله خالد هذا زعل زعل مو طبيعي وش الشي اللي قاعد أمر فيه هنا الثلاثة سبيع هذه نسى أخوه سعد أوه سعد ليه ما جاء من برة كلم فهد قال له تواصل معاه يعني الولد الصغير هذا عاش دور الأم في البيت من كثر ما هو حريص على أخوانه وترك دراسته ولا فكر في دراسته نهائيا وينه وينه المهم خالد في يوم من الأيام تعب تعب يا جمعة خير تعب نفسي تعب هذا ما يجي إلا بعض بخطة عرفيا في ناس ما تتعب على طول ولكن إذا تعبت تضيح قال تعب تعب من الحياة اللي قاعد يعيش فيها كان يقول في نفسه ما لوم سعود أخوي يوم كان يتعاطى ما لومه أسرة سيئة لأبع الدرجة الله لا يبلانا قرر خالد في يوم من الأيام يروح وصارح أبوه مسك أبوه على جنب يباه تسمح لي أتكلم معاك المدة خمس دقائي وش تبغى أبوه يقول له اش تبغى خلصني شو عندك تسمح أتكلم معاك بس المدة خمس دقائي قال تعال ويدخل عليه الغرفة ويقفل الباب قال يباه شف أنا راح أقول لك كلام ولكن يباه لا تناظر عمري ولا تناظر عقلي ولا تناظر من أخاوي أنا أدري يا إيبة أنك تعبان والتعب هذا هو ليوصلك للمرحلة اللي أنت فيها وأنا أعرف يا إيبة أنك في يوم من الأيام راح تكون شخص كويس ولكن يا إيبة متها متى راح تصير شخص كويس متى راح تعوضني فقدان أمي زيادة على كذا راح أخوي سعود يا إيبة تكفى صح صح لا تخلينا نعيش في هذه الحالة ووقف البلاء اللي أنت قاعد تستخدمه الأبو في البداية كان ضايق ولكن في النهاية تأثر من كلام ولده خالد قاله خلاص اطلع وبإذن الله بيصير خير طلع خالد وقام الأبو قفل الباب قعد في غرفته ذاك اليوم ما يقارب يوم كامل ما طلع من الغرفة خالد كان يعتقد أن أبوه ما راح نادى فهد أخوه قال تعال خلنا نروح نشوف أبونا هل هو حي وميت راح للغرفة طق الباب ما فيها حديرة وطق الباب مرة ثانية ما فيها حديرة وطق الباب مرة ثالثة ما فيها حديرة واتصلوا مباشرة على الإسعاف وجاموا الإسعاف والدفاع المدني وافتحوا باب الغرفة اللي حصلوا الأبو ضايح الأرض وميت خذوه يا جماعة الخير لإسعاف لين وصلوا المستشفى صار الأبو منغمي عليه وجاية انه يارات من كثر البكاء لأن أثار البكاء على عينه ايه يا سادة المهم لأبوه كان يبكي وبكاءه استمر سبب هذا البكاء انغم عليه سبب ان كلام خالد أثر بعد اليوم الثاني الأبو استفاقه وحصلوا لده فهد وخالد عنده أول ما شافهم قام وحضنهم وقعد يبكي ويبكي يا جماعة الخير ويبكي 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 على أيام اللي راحت ويبكي على الوقت اللي راح ويبكي على أيام اللي كان فيها مدمن ويبكي على أيام اللي كان فيها يتعاطى ويبكي على أن أمهم ماتت بسبب تجاهل هذا الأب وكعظيم الأبو ندم على ما فعل ندم شديد سبب كلمات خالد اللي كانت مؤثرة كلمات خالد اللي كانت موجعة ووجعت الأبو بشكل كبير ووجعتني وأنا قاعد أقولكم القصة خالد صار في عمر الخمسة وعشرين وفهد صار في عمر التسع وعشرين وسعد في عمر الثلاثين وسعود في عمر الخمسة وثلاثين سعد الحد الآن ما حد يدري عنه وفهد كان مخبي سر عن خالد وأبوه خصوص مين؟ خصوص سحد الأبو سأل وقال وين سحد الفترة اللي فاتت كان الأبو متعاطي ماهو لم يا جماعة الخير لا عياله ولا أي شيء قرر أنه يتوب وسأل عن ولده سعد قال سعد وينه؟ قال لفهد سعد يدرس بره والحد الآن ما خلص وبإذن الله رح يرجع سكت خالد نظر فيه كذا سكت ومشه الموضوع لين طلعوا من المستشفى يوم رجعوا البيت قام خالد ومسك فهد قال لأسمعي فهد أنا أدري أن سعد فيه شيء ولازم تقول لي وش فيه؟ قال لأسمعي خالد بقول لك ولكن أمنتك بالله ما يطلع الكلام نهائيا ولا تقول ميدا أبوي نهائيا سعد مسجون شلون؟ نعم سعد أخوي مسجون مسجون وين؟ مسجون له ما يقارب سنتين وباقي عليه سنة ويطلع وش السالفة؟ وش سبب سجنة؟ وش صاير؟ علمني أخوي سعد كان ماشي في طريق سليم ولكن تعرف على ناس هناك وأغوه وبعد ما أغوه قدروا يسيطرون عليه ودخلوا في مشكلة عظيمة وش المشكلة؟ وش صاير؟ المشكلة هذه لها دخل بالحكومة حكومتهم تقول ما رح نسلم سعد نهائيا لين نحصل الشخص اللي له الذن طيب ش السالفة فهد قل لي وصاير؟ قال فهد تعال بعلمك يا خالد وصار يوم الأيام سعد أخوي قرر أنه يجلس مع ناس والناس هذول يسمونهم الهكر قالوا يخترقون وبعض الأشياء المهم سعد أخوي ما لدخل نهائيا متح شبكة لأحد من الناس من أخويا ذولي تحلى شبكة عن طريق الجوال بث لواي فاي خلال 20 دقيقة إلا على طول تجي الشرطة وتشيل سعد وتوديه للحبس لأن الشخص اللي بث لواي فاي هو اللي تسبب في سجنه هذا الشخص اللي بث لسعد واي فاي اخترق منطقة حكومية والولد هذا ابن الدار رح سعد للتحقيق بعد ما مسكوه رح سعد للتحقيق صاروا يسألونه ويقولون له أنت المخترق يقولهم لا طبعا سعد لأنه أجنبي ما صدقوه صدقوا ابن بلدهم امسكوه وحطوا سعد في السجن وهذاك اطلقوه بكفالة قالنا هذا ما لدخل الذنب كله على سعد لازم نثبت للحكومة أن سعد ما لدخل والذنب كله على خويه سعد اللي يتعرف عليه قال طيب وش الحل وش نشوف وش نسوي قال اسمع خالد طر عليه الموضوع هذا قال اسمع وش رايك نحط إعلان في المواقع أننا نحتاج هكرز يكون في المنطقة الفلانية هذه نفس المنطقة يكون في نفس المنطقة اللي سجن فيها سعد وخليهم يبحثون على الموضوع هذا واللي يحصل حله جائزة كبيرة مرة قال طيب كيف راح نسلمهم الجائزة وحنا ما معنا فلوس كان لاتشي الهم أهم شيء نحن نطلع ونبر سعد أول شيء ابحثوا في كل مكان ابحثوا وحطوا إعلانات حطوا لزقوا إعلانات في جميع الأماكن ما حصلوا ولا أحد يفيدهم يوم الأيام جتهم رسالة شخص يكلمهم من نفس المنطقة أهلا وسهلا أنتم حطين إعلان أنا أقدر أحللكم المشكلة ولكن أحتاج مبلغ خمسين ألف دولار وراح حللكم المشكلة من البداية للنهاية رد عليه خالد أنه ما يقدر يسلم المبلغ نهائيا بسبب أنه ما يدري هو صادق أو كذاب يلا طيب أنا أسوي لكم شيء بسيط وبيل لكم أني أنا شخص صادق قال رح أخترق نفس المكان اللي كانوا قاعدين فيه وشغلكم الكاميرات واجيب لكم التسجيل الصوتي في ذيك المنطقة قال خالد شلون قال بس أجيب لكم إياه ولكن رح أغير لكم على صوات وغير لكم على الفيديو وعطيكم إياه قال خالد خلاص أوكي ما في مشكلة سوها قال بعدها تدفعوا لي المبلغ وأنا أسلم كل الفيديوهات كاملة طبعا هذا الشخص اللي يقول أنه هكر راح سوى تسجيلات جديدة من نفس المكان وجاب تسجيلات برضو جديدة يعني هم يبغون أشياء قديمة يعني يبغون يخترق الملثات عشان يقدر يطلع الفيديوهات القديمة جاب لهم بعض التسجيلات ورسلها لهم شافوا التسجيلات خالد وفهد قالوا لا لا التسجيلات هذه جديدة لنبغى تجيب لنا نفس المواقف القديمة اللي صارت يوم كان أخوي سعد جوه وفتح شبكة الواي فاي للشخص أو خوية المجهول هذا قالوا هنا لا لازم تدفعون قالوا لا انت كم ذا واستمروا هم على أمل أصلا أن خالد راح يطلع بعد سنة انهم قالوا ثلاث سنوات وبيطلع ولكن الحكومة ما طلعتها قالت لازم يعترف سعد انه اللي اخترق ولا ما راح نطلع هنا جت في قلب خالد اتفق خالد وفهد قالوا ش رايك نقول ما يدعبوه نعلم ابوه السالف قال أنا أنصحك انك ما تقوله لأنه راح ينهار وحالة النفسية سيئة ولكن بإذن الله راح نطخراها وهم كانوا حاطين جواهم أنهم ما راح يطخون هذه المشكلة نهائية يوم من الأيام خالد فكر وقعد يبحث في اليوتيوب ويبحث في أي مكان عن طريقة اختراق ويبغي يتعلم الاختراق ويحب الموضوع هذا ليه لأنه يبغي يساعد أخوه سعد سعد مسجون هناك وقعد يبحث 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 بشكل كبير يعلم بعض الأشياء وحاول يطور نفسه ويجيب أشياء ويحاول يخترقها ويحط لجهاز ويحاول أن يوصل لهذا الجهاز ويحط لكاميرا ويحاول يخترق ما عرف يعني بشكل كبير كان يبحث في اليوتيوب بشكل مختلف حصل مقطع الشخص الشخص هذا قاعد يقدم محتوى داخل اليوتيوب خالد يقول أنا أعرف الشخص هذا ولكن منه منه الشخص هذا منه قاعد يفكر 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 وكذا هو قاعد ينظر عرف من الشخص توقعهم من صار صار يا جماعة الخير هذا محمد خوي خالد اللي كان يشكي له مومه في أيام الثانوي بعد مرور سبع سنوات هذا صار مختص في النظم المعلومات والأمن السبراني والاختراق قال لازم تواصل معه قال في نفسه لازم تواصل مع محمد هو اللي راح ينقذني حرفيا بحث عن رقم له حاول يتواصل معه ما قدر اكتب له تعليق كذا في خانة الكومنتال السلام عليكم محمد أنا خويك خالد في أيام الثانوي اتمنى انك تتواصل معي حط رقم جوال قعد ما يقارب خمس أو ست دقائق إلا يجيه اتصال من محمد السلام عليكم على خالد وينك ما شفناك من زمان خنشوفك لازم أقابل كنت في أي منطقة وأنا في نفس المنطقة القديمة لازم نتقابل وأبغاك شغلة تكفى أني طالبك الشغلة هذه سرية وأبغا علمك الشياء تكفى فصارت لي ألمهم يلا خلاص ما بي مشكلة نتقابل يلا خلاص خلنحدد مكان أو وقت نتقابل فيه والتفقع على اليوم المحدد والوقت المحدد اللي يتقابلون فيه راح خالد خذ أغراضة مر على أبو قال يبا أنا بروح عند واحد من الشباب وممكن أطول طبعا أبو قاعد تتحسن حالته حبة حبة قاعدين يعالجون لنفس الدولة اللي هو ساكن فيها أفرح لمحمد سلم عليه هلو والله يا محمد كيف حالك طيب إن شاء الله وقاعد يسأله ما شاء الله كيف دخلت التخصص هذا وممتها وانت فيه قال لي محمد والله اسمع خالد أنا من زمان ترى أنا أحب الكمبيوترات وكنت متعلق فيها بشكل فضيع عشان كذا أنا أبحرت في الموضوع هذا وصرت متميز في المجال ذا وانت وش سويت وش ما سويت وش خطتك وش راح تسوي وش كان تخصصك في الجامعة طبعا الكلمة هذه أوجعت خالد بشكل كبير قال لي اسمعي محمد أنا والله العظيم ما درس جامعة بسبب صارت لي ظروف والحين بسولف لك عن كل شي استخرى بصا محمد غريبة خالد ما درس لأنه كانوا متفقين يدرسون ويكملون مرحلة الجامعة كان كل واحد حاطلة تخصص قال لي ولكن يا محمد أنا أبغاك بموضوع موضوع هذا مهم بالنسبة لي شي مصيري الموضوع هذا مهم بالنسبة لي شي مصيري شو السالفة قال لي بقول لك سالفة عن أخو عندي اسمه سعد قال لي سعد أتذكر كنت تسولف لي أنهم بيبتعثون هو أخو فهد قال لي نعم بتعثوا وسافروا برا ولكن فهد رجع وسعد ما رجع وسعود أخوي برضو مسكته الشرطة بسبب أنه متعاطي ولكن الحمد لله على كل حال وبشرك أن أبوي تاب وهدى وصار أفضل من قبل وبشكل كبير ولكن يحتاج فترة طويلة عشان فترة الاستشفاء اللي عنده وبيتحسن بإذن الله ولكن أنا ما جيتك عشان موضوع ذلك أنا جيتك عشان موضوع أخوي صحيح من هنا أجمعات الخير من هنا بدأت القصر أيذ الله مني فهد قاعد يشرح له قال لا إن فهد وسعد سافروا برا ولكن فهد رجع وسعد ما رجع صارت عليه سالفة والسالفة هذه قعدت تتفاقها مكبرت وما دريت عنها إلا قريب أخوي سعد له ثلاث سنوات مسجون ممكن تعدد ثلاث سنوات والسالفة هذه مخيفة وما عرفتها إلا من فهد قريب ممكن قبل سنة عرفتها طل وش السالفة حمستني قل لي وشي قال في يوم من الأيام أخوي سعد تعرف على ناس هناك والناس هذولي كانوا عصابة من الهكرز كانوا يعني يخترقون وحاولون يجبون معلومات وحاولون يصرقون معلومات وبطاقات وسلوبهم كان كله احتيال في احتيال في يوم من الأيام كانوا قاعدين في مكان كافي حقه هو الشاهدة أخوي سعد طلب من سعد شغله قال أبغاك تفتح لي الشبكة عندك أبغاك تصل بالإنترنت طبعا هو خوي وما قال لشي هو يعرف يعني شغال في نفس المحل فتح لأخوي الشبكة وفاتح له الشبكة يعني بالشبكة حقتها دخل بالكمبيوتر واخترق منطقة حكومية بعد ما اخترقتها نفس الدولة يمكن في عشر أو عشرين دقيقة طبعوا المحل وشالوا سعد وشالوا أخويه مع عملية التحقيق كل شيء ثبت على سعد لأن سعد كان أجنبي بالنسبة للدولة واخوياه كانوا من أهل الدولة وقالوا خلاص أذن نطلعهم بكفالة فأتوقع الموضوع كله منك أنت يا سعد فالآن يطالبونا يقولوا إذا تبغان نطلق صراح سعد لازم تثبتون لنا من سعد بريء ولا له دخل استقرب محمد من الموقف قال شلون يعني بس فاتح شبكة واي فاي أفرض أنهم يعرفون ويرجعون للكاميرات والموضوع اللي قاعد صير يعني حس فيه شيء مخبة يعني يعني أكيد يعرفون رقم الجهاز اللي دخل فيه بيحددون نوع الجهاز بيدنون هذا الجهاز حق الشخص هذا يعني أشياء فيها معلومات يعني قال لا والله ما أدري أنا الشيء اللي ظاهر قدامي هذا والشيء اللي اسمعته هذا المم خالد قال ميد محمد إن شاء الله أنك تقدر تفيدني يا محمد أكفى يا محمد هذا أخوي ولا أبغى أتركه ونت عارف حالتنا وعارف وضعنا وحنا يعني ناس شوي ونت أعرف هل في شيء نقدر نسويه نطلع نسعد من السجن ونثبت إن أخويا هم المتهمين قال لا ممكن فيه ولكن ترى الشيء اللي قاعد تسول فيه ترى مختلف تماما هذا يدخل فيه التحقيق الجنائي نعم فيه موظفين أمن سبراني مخصصين في التحقيق الجنائي يعرفون إنه من وين طلع الشغلة الفلانية هذي من وين طلع البورت هذا المنفذ هذا كيف طلع من الشخص صاحب الجهاز من الشخص اللي سوى كذا فيه ناس مختصين في الشيء هذا ولكن ترى الموضوع يعني فيه صعوبة شوي بإذن الله أنا ما يطور ممكن للشخص هذا اللي بيسوي لك ياه ممكن يطلب منك مبالغ يعني كبيرة يعني طيب إنت تقدر تسوي شيء يقال أنا بحاول ولكن أنا موجود في المنطقة هذه والمنطقة الثانية تبعد عني وقارب الفين أو ثلاث ألاف كيلو كيف تبغاني أسافر لين هناك عشان أعرف الموقع وعرف المكان اللي أنا راح أخترقه قال لخالد موضوعك عندي بأخذك معايا محمد محفول مكفول يعني راح أتحمل كامل مسؤوليات المصاريف والطيران لين نوصل للدولة هذه ولكن تكفى ساعدني قال لخلاص ما في مشكلة ولكن عطوني المكان اللي اللي موجود فيه وببحث عن الموضوع وإن شاء الله يعني بردلكم وارروح معكم راح خالد على طول كلم فهد قال ما عليش تقدر تعطينا الموقع اللي موجود كان فيه وانصاد فيه أخونا ساعد بل أي ما في مشكلة أطاهم الموقع وراح خالد لمحمد قال هذا الموقع يلا مشينا حدده يوم حدد التاريخ فقلعت الطيارة وصلوا لمنطقتهم المحددة والدولة المحددة ونزلوا فيها أول ما نزلوا تعرفون تغير الأجوال أمور اللبس كل شي لازم يتغير غيروا كل شي ركبوا تاكسي توجهوا للفندق تأجروا ارتاحوا وخالد كان عنده أمل أن محمد يفيده يطلع أخوه ساعد من السجن اليوم الثاني خططوا يروحوا للمكان هذاك يروحوا للكافي نفسه ويشوفون ويعرفون وش الشبكة المتصلة وكيف يوصلون للمعلومات اللي موجودة جو الكافي هذا عشان يقدرون يطلعون الأشياء المحفوظة وراح دخل المحل وحاول حاول حاول يمين يسار ما كذا يبغى يوصل يبغى يتصل يبغى يدخل للمكان يبغى يعرف ما قدر نهائيا بعد مرور ثلاثة أو أربع أيام جد فراس خالد فكرة قال لا اسمع هل نقدر نروح نكلم راعي الكافي نفسه ونطلب منه تصوير الكاميرات قال والله ممكن فكرة رحلوا اليوم الخامس كذا لراعي الكافي قال لا موز السلام عليكم أهلا وسهلا معلش نبغى تصوير كاميرات في التاريخ المحدد قبل ثلاث سنوات وتسع شهور نظرهم كذا قال لهم مستحيل عندي تصوير كاميرات له ثلاث سنوات وتسع شهور قال لا ليه قال أصلا الكاميرات اللي تشوفون هذه حدها أربع شهور بعدها خلاص تحذف والداتا اللي جواها أو الفيديوهات اللي موجودة جواها تروح تتسلم في القسم الأمني الخاص بالحكومة أهلا طول جاء في رأس محمد شيء قال الآن الفيديوهات ما هي موجودة عندهم يعني لازم الآن نخترق شيء حكومي وهذا الشيء صعب طلع من المحل بالمهم أول ما طلع خالد قال لهم قال لمحمد خالد ما عليش ترى ممكن يصير لي نفس مصار لأخوك وأنسحب وأنسجم قال لا يعني ما تقدر قال نهائيا هذي منطقة حكومية ومدري إيش قال طيب بس ألقي عليها نظرة شوفوا شفيها رح حرفيا ألقي عليها نظرة وشاف ولكن ما يبغي يخترق ما يبغي يدخل لأن إيش الموضوع بيصير بصير أنك مخترق جهة حكومية ما راح يرجعونك بلد يا سهلة قال محمد الخالد ما عليش خالد أنا برجع البلدي ومنطقتي ما عليش أنا آسف كنت أحسب أني أقدر أسوي شيء ولكن ما عاد أقدر شلون أولد منا منا نهائيا ما أقدر ولا راح أقدر أقدم لك أي شيء ممكن يفيد القضية هذه وأنا قلت لك الموضوع هذا يعتمد على العدالة الجنائية في الأمن السبراني الناس متخصصين يبحثون في الأمر هذا قلمهم ركبوا الطيارة ورجعوا سواء طبعا أول ما رجع خالد في راسه من ذاك اليوم أنه يتعلم الاختراق ثاني يوم قابله محمد خوية قال لا يمحمل عليش تقدر تعطيني من وقته كل يوم ثلاث أربع ساعات قال ليش قال أبغى أتعلم الاختراق وأبغى أتعلم الأمن السبراني كامل طبعا الاختراق جبعد خير طبعا مختلف على الأمن السبراني مرة يعني مو أمن السبراني يعني يعرفي اختراق لا اختراق غير وأمن سبراني خير قال مهم قال لا خلاص ما في مشكلة أصلا أنا أربعة وشرين ساعة الحالي واش تقل الحالي يا بتحية كله صار خالد يروح عند محمد يعني بالأيام يقيت عنده وصار ينام عنده في البيت خالد كذا يشوف حياة محمد يعني حلو ومرتبة وجميلة قاعد يتعلم يوم ورا يوم يوم ورا يوم يوم ورا يوم محمد قاعد يلاحظ ان خالد قاعد يتعلم بسرعة فائقة قاعد يتعلم بسرعة والأشياء يخلصها وشيء غير طبيعي شيء غير طبيعي قاعد ما يقارب ممكن سبع ثمان تسع شهور خالد صار إنسان مختلف عن خالد اللي كان معاه ثانوي خالد وصل مرحلة صعبة وسعد لحد الآن ما طالع من السجن لحد الآن مسجون تذكر خالد كلمة محمد ليهم قال ترا في ناس متخصصين في العدالة الجنائية داخل الأمن السبراني المهم ما نسى يعني خالد ووضوع محمد يوم قال لازم يكون في ناس مختصين بحث عن موضوع أكثر قال وش رايك يا محمد اني أنا أكون مختص بعد ما تعلم طبعا قال وش رايك اني أنا أكون مختص متخصص وأدخل في اللي هو العدالة الجنائية هذه المخصصة للأمن السبراني والاختراق والأشياء الجنائية لنفس كذا عشان أقدر إذا رحت الدولة هناك أقدر أحاجم أقول لي أنا محامي للسعد هتصدق فكرة حلوة يقدر تسويها راح تتميز حربيا قرر خالد إنه يدرس نعم قرر إنه يدرس راح أكلم أبوه السلام عليكم هل أيباه كيف حالك طيب أنا أيباه أبغى أدرس وشلون كيف مدري إيش قال أبغى أدرس بس دراسة مدتها سنتين وبعدها بإذن الله راح يكون كل شيء تمام المبلغ الليحتاج أيباه 30 ألف دولار راح تكفي كل مصاريفي عطاه أبوه 30 ألف دولار كل مهم سافر بره ودرس صلع بشهادة محامي محامي وبرضه أمن سبراني يعني اجتمعه اثنين يعني يقدر يصير رجل قانوني قال بس اتجه للدولة الثانية بعد ما خلص دراستها بعد سنة ونصف وسنتين وأنهاها بسرعة حرفية واللي هي تحتاج وقت أكثر ولكن أنهاها بسرعة طرح للدولة وكلمهم وكلم الشرطة السلام عليكم أنا محامي لسعد ومادري إيش وأنا أبغى برضو أزور سعد إنهم كانوا منعينه من زيارة سعد خاص دعمك محامي تقدر تدخل تفضل دخله شاف أخوه بعد خياب ما يقارب ممكن ثمانة أو تسع سنوات أول ما شافه جاه فلاش باك تغير شكله وهيئته تغيرا ولكن سبحان الله ما نسى أخوه سلم عليه أهلا وسهلا أنا خالد أي عرفتك مرحبا ومسهلا أنا اللي مسكت قضيتك شلون كيف كيف أنت مسكت قضيتي موضوعك عندي علمني السالفة من بداية ونهاية إذن الله أنا راح ألا قال لفي يوم الأيام أنا كنت جالس في كفه بعاد للسالفة من جديد يعني لم يتأكد ما في شيء ثاني يا هلا إلا في شيء ثاني أنا كنت أشتغل معهم في صرقة البطاقات ولكن يوم الأيام خدت منهم فلوس وصادوني عشان كذا أنا مسجون الآن وقال له اسمع اسمع يا خالد زين إذا تبغى تنجح في القضية وتبغى تطلعني في شخص هناك اسمه جون أبغاك تروح له وجون حرفيا هذا الشخص يعني عزني وبيني وبيني معزة كبيرة وفك الساعة اللي هو أنت يا سعد فك الساعة وعطاها خالد قال يلبس الساعة دي وجون أول ما توري الساعة بيعرف أنك شخص عزيز وغالي عليه خذ خالد الساعة وقال له لا تشيلهم أنا ترى تعلمت وانا سويت ولا تشيلهم يعني بسالفة جون أنا راح نهي لك الموضوع قبل جون استغرب سعد قال أكيد أن أخوي يعني وصل لمرحلة صعبة وإن شاء الله أنه يقدر يحلني والموضوع يطلعني حاول خالد مع كل جهام يمين يسار يمين يسار جاب الجهاز شبكة على نفس المنطقة الحكومية هذه حاول يدخل حاول يدخل حاول يدخل حاول يدخل حاول يدخل ما قدر يدخل مع أي مكان ومجال هذا كل ما تتقدم بالسنوات كل ما تزيد الحماية كل ما يكون الموضوع معقل يعني الناس اللي تدرس مجال الأمن السبراني أو الاختراق أو 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 كل ثلاث سنوات لازم يحدث معلوماتها لو ما حدث معلوماتها حرفيا قاعد يطلع شي جديد وإشهادة بتطلع بدون أي شي وخبرتها راح توقف ذكر كلام أخوه سعد يوم قال له جون رجع للسجن قابل سعد قال وين ما كان جون ويحدد له المكان ويحدد له وين ما كان بالضبط حدد يوم قال لازم أروح لجون أقابله رح لجون أهلا جون كيف حالك أنا جايك من أخوي سعد قال من سعد حاول لنا يعني اللي تقول يتناساه قال له من سعد شتقولين من سعد ما عرف وحس ما سعد قل ما قام خالد فتح الساعة وراه قال له أنا أخو سعد ستانس جون كيف سعد أخباره طيب أموره زينة وضعه تمام كل شي تمام ويش صار عليه قال له ترى سعد أخوك حط فلوس عندي وفلوس هذه حقه تسعد سعده حاجز المتين ألف دولار إذا تبي تستخدمها عشان تطلع سعد أخوك عطيتك الفلوس وإذا تبغاني أسعدك رح أسعد صار خالد وجون تيم هدفهم الكبير إنهم هم يطلعون سعد أخذ برايكم أرجع أترى